السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء الكرام أهلا بحضراتكم في يوم جديد وعالم جديد من تفسير الرؤية والمنام أهلا بحضراتكم النهاردة إن شاء الله هنجيب لكم رمز جديد وتعبيرات جديدة لتفسير الرؤية والمنام لعلها تنفعكم إن شاء الله مع برنامجكم شفت منام على قناتكم المميزة الصحة والجمال اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله أول ما نبدأ حلقتنا نبدأها بالصلاة على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله حق قدره ومجداره العظيم أهلا بحضراتكم في يوم جديد من عالم الرؤية والمنام بحر المنامات بحر الأحلام النهاردة إن شاء الله نجيب لكم رموز تبشر بالخير رموز لو شفناها في المنام أقوم فرحان أقوم سعيد إن أنا شفت حاجة جميلة إن ربنا سبحانه وتعالى بيبشرني بها إن فيه رزق جاي أو فيه خير جاي كبير أوي 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 وهنبدأ النهاردة إن شاء الله بمنامات كثيرة جدا يا رب نقدر نحن نقدر نجمعها ونجيبها لكم في تفسير المنامات اللي هي الإنسان لما يشوفها تبشر بالخير طيب هنبدأ كده ونقول للرجل مثلا المتزوج الرجل المتزوج لو رأى في المنام إن ربنا سبحانه وتعالى قرمه بملبس طيب يعني شاف نفسه إن هو لابس لبس طيب لبس جميل لبس فيه راحة ده دليل على إن ربنا سبحانه وتعالى هيصر لأموره وإن كان متزوج الحياة بتاعته الزوجية هتكون حياة جميلة جدا حياة فيها خير حياة فيها استقرار حياة فيها أمن وأمان لو لأى ملبسه ملبس جميل مريح ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بقول إيه؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ده دليل على أن الملبس في المنام لما يكون جميل جدا للزوجين فبيكون دليل على الراحة دليل على الإطمئنان دليل على الاستقرار في الحياة الزوجية فكده لما حتى الأخت المتزوجة أو الأخ المتزوج يشوف الكلام ده في المنام ملبسه جميل ملبسه فيه شكل وراحة نفسية فده دليل على الأيام الجاية اللي هكون أفضل وأحسن في حياته الزوجية طيب هنا كمان إيه اللي ممكن يبشرنا بالمنام في المنامات إن إحنا ممكن نقوم نفرح قوي قوي ونقور الحمد لله رب العالمين إن فيه رزق جاي في المنام الماء سبحان الله المية لما شوفها في المنام شكلها نظيف شكلها جميل والمية طبعا لها عديد من التفسيرات ولكن أنا بقول لي هنا لأي مخلوق من بني آدم شاف في المنام إن هو بيشرب مية يعني جاب كباية كده وبيشرب منها فده دليل على الرزق اللي جاي له في الطريق على الخير والمال الوافر اللي هيجي له في الطريق ليه؟ لأن المية هنا في المنام بتدل على العيشة على الحياة على الاستقرار واجعلنا من الماء كل شيء حي فهنا الإنسان لما بيشوف نفسه إن هو بيشرب مية في المنام وكاتل مية نظيفة ولزيزة وقدر يشرب 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 منها بمقدار ما شرب من المية النظيفة دي بمقدار الرزق اللي جاي له في الطريق يعني ربنا سبحانه وتعالى هيبشره بخير وبرزق طيب إيه تاني؟ المية لو شفناها في المنام نظيفة جدا وفيه إنسان يعاني من بعض الهموم أو النكد أو الضيق ضائقات مالية في حياته في عشته في شغله وشاف نفسه إن هو داخل إيه بيجيب مية ويستحمى به يعني دخل حمام واستحمى بمية نظيفة وخذ شاور ده دليل على إن ربنا سبحانه وتعالى بيبشر وبيقوله إيه بقى دي الخير اللي في المنامات اللي احنا ممكن نشوفها نقم مبسوطين قوي قوي ده دليل على إن ربنا سبحانه وتعالى بيقوله خلاص الديون اللي عليك ممكن تسددها المشاكل اللي إنت كنت بتعاني منها هتروح عنك إن شاء الله وهيبقى فيه خير كتير قوي 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 طيب إيه تاني كمان المية في المنام لما الإنسان يشوف نفسه إنه هو ماشي في مية لأ فيه فرق ما بين يمشي على المية لأن فيه رمز كده وفيه فرق وفيه فرق يمشي في المية يعني إيه يمشي في المية؟ يعني إنسان شاف نفسه مثلا حاطت رجله في إناء مية والمية ده نضيفة شايف نفسه إن فيه مية كده بدأت تخش كده عليه وهو واقف فيها والمية دي غطت رجله بمستويات معينة ده دليل على إلا والمية نضيفة دليل على أمر مهم جدا يا جماعة أبينوا لحضراتكم إن المنام ده فيه خير كبير جدا خير إيه؟ ده الإنسان اللي بيشوف نفسه إن هو دخل عليه مية ورجله بمستويات معينة واقف في قلب المية دي والمية دي نضيفة زي مية نهر أو مية طرع بس تكون نضيفة أو جميلة لدليل على الإنسان ده هيشوف في الأيام المقبلة غنى ما بعده غنى حياة تانية ده يتحول حياته من تحت الفوق يعني إيه من تحت الفوق؟ يعني الإنسان ده لو كان معدم أو بيعاني لا ده ربنا هيغنيه لربنا سبحانه وتعالى هيعطيه من الفرج ومن الخير مفيش يعني مش قادر أوصف لكم جمال الإشارة دي في المنام إن حد يشوف نفسه واقف في قلب المية خير وبركة ومال غنى تيسير أمور إن كان طالب في الدراسة أو في الجامعات ربنا سبحانه وتعالى هيوفقه لأفضل وأحسن الدرجات البنت اللي ممكن تكون عزباء إن هي وقفة في مية والمية نظيفة ووقفة فيها كده ومستريحة لدليل على إن ربنا سبحانه وتعالى بقولها الأيام الجاية الأيام الجاية تتجوزي من إنسان هيروح قلبك هيكون إنسان ما تيصر الحال حياتك هتكون جميلة أوي 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 هيكون لك أولاد وزرية طيبة أوي أوي أنا لو اتكلمت عن رمز ووقف الإنسان في ماء يعني وقف برجله وتابع المستوى بتاعه لغاية رقبته لغاية تكفي رجله لغاية لغاية فلو اتكلمنا هنقعد نتكلم سنة ليه؟ لأن المنام ده أنا فسرته لناس كتير جدا ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله الله أكبر ما فيش حد شاف المنام ده إلا ما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى فتح له أبواب الرزق أبواب الخير ما فيش فقير شافه إلا ما اختنى وأظن إن من حوالي خمس ست سنين فسرته أو عبرته الأخ كان قريب مني وإن هو كان في ميا أو كلام من ده الإنسان ده اختنى النهاردة كان حالته المادية ممكن كان بيستلف النهاردة حالته بقت متيسرة بقت حالته جميلة جدا معه فلوس ومعه وبقى حياة طيبة جدا جدا فهنا المية هنا ممتازة جدا لما يكون نضيفة بتزول الهموم التعب المشاكل طيب عشان ما أطولش عليكم إيه الرمز الثاني إن أنا أشوفه في المنام أقوم فرحان وأقوم مبسوط لما أشوف نفسي إن أنا بتوضى برضو كرجعنا للمية لما أشوف نفسي إن أنا بتوضى بتوضى بالمية بتوضى لأي صلاة بس بتوضى بس خلصت الوضوء اسمعونه جيدا يا جماعة هنتكلم هنا بعلم مش أي كلام أنا بتوضى في المنام خلصت الوضوء هنا لو خلصت الوضوء في المنام مكاتل مية نظيفة دليل على أمر أنا بس عليه هيتحقق وهيكون في خير كبير جدا لو مسافر ربنا هيوفقني في الصفر وهسافر في أمن وأمان لو بنت شافت نفسها أني بتتوضى بتقدم لها عريس وصلت استخارة ولقت أني بتتوضى في المنام وخلصت الوضوء أنا بقول لها توكلها على الله يلا بسرعة وفق عليه تمام كده؟ طيب لو في إنسان بيسعى العمل عايز يفتح مشروع أو بيفكر يفتح مشروع وشاف نفسه أنه هو بتوضى ده دليل على إيه؟ دليل أخلص الوضوء دليل على أن ربنا سبحانه وتعالى هيكرمه في مشروعه وهيختنى منه أوه أوه فبقوله بسرعة يلا اعمله بسرعة ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك إنسان مريض بيعاني من مرض وتعبان بقاله فترة ولقى نفسه أنه هو بتوضى ده دليل على إن ربنا سبحانه وتعالى هيكرمه بالشفا هيكرمه إن شاء الله إن يزول عنه التعب والمرض حتى لو كان مرض كبير جدا جدا لقصة سيدنا أيوب عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا يختسل منه يا الله فهنا المياه هنا كميلة جدا في المنام الأمر الثاني والمهم جدا إن أنا بشوف نفسي إن أنا أكل فكهة بس الفكهة تكون سليمة مش خسرانة الفكهة تكون لذيذة الفكهة تكون طعمها جميل ده دليل على طبعا أي نوع فكهة وبحب جدا لما تكون الفكهة أكلها تكون في وقتها يعني نقول مثلا الأيام دي أيام صيف بيكون فيها مثلا المنجة بيكون فيها مثلا الرطب البلح بيكون في منها فواكه كتير جدا فلما كلها دليل على الرزق اللي جايلي في المنام أو لو كنت بفكر في حاجة ربنا سبحانه وتعالى هيئضيليا إن شاء الله يعني رؤية الفكهة في المنام بأكملة بيكون فكهة محمودة رؤيتها تبقى جميلة في المنام طيب إيه الرموز التانية اللي ممكن لو شفتها في المنام أقوم فرحان لأ دهنا أزود لله وأرفع إيدي كده ربنا سبحانه وتعالى وقوله ألف ألف حمد وشكلك يا رب لو شفنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لو أنت شفته في المنام قوم على طول فرحان جدا استبشر خير ده حتى لو أنت شفته في المنام بإشارات مش كويسة سيدنا النبي جميل لا يتمثل الشيطان في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي قال كده لا يتمثل الشيطان في رؤيتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي في المنام بإشاراته بشكله الموصوف شكله اللي أقدر أوصفه جسمه اللي أقدر أوصفه لحيته شكله الفلج شعره الأسود شديد الصمار وجهه المنور لو شفته في المنام أقوم فرحان وسعيد جدا جدا أقوم مبسوط مش عايز أقول لكم إن أنا ممكن كده أطير في الجو لو أنا شفت سيدنا النبي ده دليل على بشرات كتير قوي قوي طيب إزاي أبو يحيى ما ممكن سيدنا النبي ييجي يعتبني ممكن سيدنا النبي ييجي زعلان مني ممكن سيدنا النبي ييجي بشرني جميل بس رؤيته حلوة طيب ليه؟ لأن سيدنا النبي لو جي بشرني الحمد لله رب العالمين أقول لك الحمد ولك الشكر يا رب واحمد ربنا على هذه النعمة الطيبة إن أنا شفت سيدنا النبي جاي بشرني طيب سيدنا النبي جاي بيعتبني في المنام مرضك أفرح وأقول يا الله جميل أول منام عشان سيدنا النبي جاي بيعتبني في المنام علشان سيدنا النبي وربنا سبحانه وتعالى شايفين أن أنا إنسان طيب إنسان جوايا الطيبة إنسان جوايا العاطفة والحنن للناس ما بكرهش حد طيب معنا اتصال الأستاذ محمد من الجيزة أهل الأستاذ محمد طيب من اعتذر ليك يا اوز محمد ياريت تحاول تتصل بنا تاني الخط قطع طيب سيدنا النبي صلى الله عليه افضل الصلاة والسلام لما يجي يعتبني اكيد انه ما يجي يعتبني مش عايزني افضل في السوق مش عايزنا افضل في الغلط مش عايزنا افضل ان انا ارتكب الحاجات ديا لانه شايفين ان جوايا حاجة جميلة اوي 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 فعلشان كده سيدنا النبي جالي بيبشرني بيبعدني عن الاخطاء بيبعدنا عن حاجات مش كويسة فاعلم انك محبب اوي 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 الى رب العالمين ومحبب لسيدنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله يعني رؤية سيدنا محمد في المنام خير كبيرة طيب رؤية الانبياء سيدنا موشى سيدنا عيسى سيدنا يوسف عليه السلام سيدنا ادم سيدنا اليسع سيدنا الخضر الله من فترة كده لقيت اخت كريمة بتقول لي ابو يحيا انا شفت سيدنا الخضر قلت لها الله اكبر يا رب نونا المنام ده ما شاء الله شفت سيدنا الخضر عليه السلام قلت لها شفت سيدنا الخضر عليه السلام قلت لها ما شاء الله فانت ذو علم انت ذو علم فانفع الناس بعلمك قلت لها سبحان الله عرفت منين قلت لها لان سيدنا الخضر عنده علم كبير جدا منظروا القصة سيدنا الخضر مع سيدنا موسى عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه لو لأن صبر سيدنا موسى أخي موسى عليه السلام على أخي الخضر لعلّمنا أخي الخضر الكثير والكثير والكثير سبحان الله يعني اللي يشوف سيدنا خضر في المنام يقوم فرحان ده منام خير سيدنا يوسف سيدنا عيسى جميع الأنبياء بشارة خير بشارة فرج بشارة أمل ايه تاني يا بويحيا طبعا والله أعلى وأعلم طب ايه تاني اللي أنا أشوفه في المنام أقوم فرحان قوي أشوفه النور أشوفه النور جميل كده جاي هادي جاي منولي المكان إن أنا فيه ده دليل على الفرق اللي جايلي دليل على خير كبير قوي 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 هيكون جايلي في الطريق ايه تاني المال اه المال اه بس خلي بالك بقولك هتكلم بعلم مش هتكلم واتكلم وخلاص هتكلم بعلم طب ايه يا بويحيا لما لقي في المنام حد بيديني فلوس ورقية أو معدنية ودي لها حلقة إن شاء الله نعملها ولكن أعرف لكم لما حد يديني فلوس بس تكون معدودة عارف عددها طب لو قابلني كده وأنا باخد فلوس حد يديني عشرين جنيه حد يديني خمسة حد يديني مية الله وهنخش تاني في حلقة للأرقام هنا عشرين لما شوفه في المنام ما فيش مفسر من معبرين الرؤى والمنام في جميع الوطن العربة أو في العالم يسمع كلمة عشرين أو رقم عشرين ويقولك ده وحش لا ده رقم جميل جدا أول ما شوفه في المنام على طول بقولي الإنسان صاحب المنام لو أنت مظلوم هينصرك ربنا لو أنت لك عدو هينصرك عليه ربنا لو أنت لك أمر ربنا هيتمولك بالخير وإياكم منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين بإذن الله يعني هنا رقم عشرين رقم غالب مش مغلوب طب إيه تاني في المنام رقم خمسة لما شوف هذا الرقم الجميل جدا ده أقوم على طول فرحان جدا جدا بس على طول لما باجأ عبر لصاحب المنام منامه ويقولي ده والله ده أنا حد الداني خمسة أو معايا خمسة فبسأله على طول أنت بتصلي ولا لأ ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى اختص رقم خمسة بسيدنا النبي في الإسراء والمعراض بالصلوات الخمسة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء تمام كده؟ ولكن فيه توقيتات توقيت ما بين الفجر والظهر والعصر والمغرب فلما شوف رقم خمسة هنا على طول باعرف أن صاحب المنام عايز أمر من ربنا سبحانه وتعالى عايز أمنية يحققها عايز أمنية يحققها؟ آه ولكن هيتم الحصول عليها بس مش بسهولة شوية ويتم الأمر طب ليه؟ لأن اللهم صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حبيبكم محمد علشان ربنا يفتح علينا ونقدر نفتكم لأننا قلت ما بين كل صلى وصلى وقت فعلى من خلص الخمس صلوات يوم كامل على من خلص الخمس صلوات يوم كامل هنا يبقى رقم خمسة رقم حصول مراد وفيه خير وخير أو 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 رقم مية رقم محمود رقم فيه خير ولكن برغم أن رقم مية رقم جميل جداً ولكن الرقم ده بالذات أو الميت جنيه أو الرقم ده بيعبر من شخص لشخص بيعبر من إنسان لإنسان ومن رمز لرمز في خير في فرج أو فيه ممكن ساعات معصية والله أعلى وأعلم ولكن تبع رؤية اللي بيبقى قدام مني طيب إيه تاني اللي أنا أشوفه في المنام وابقى فرحان الرز بلبن أو الحلويات أو الحلويات ما شاء الله الحلويات بطبيعتها بتبقى جميلة اسمها حلويات بتحل بقى الإنسان تاكلها كده تلاقي الإنسان كده بقى وإيه بيبقى طعمه جميل فمه بيحس بمزاق جميل مش المرارة وكلام من دول لا بيحس بطعم جميل جداً جداً على طول هنا أنا بقول للبنت المطلقة المتزوجة الرجل الأعزب أي إنسان بيأكل حلويات في المنام وكان طعمها لذيذ واستلز منها ده دليل على إن ربنا سبحانه وتعالى بيبشروا بخير رزق جاي في الطريق المنامات اللي احنا اتكلمنا عليها دي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد فاخر ورزق بقول رزق فعلى طول أول ما بقول صاحب المنام رزق آه رزق آه يبقى فيه فلوس جيالي يا أختي وأمي وأبويا وعمي وصحبي وصديقي وجاري لما أقول لك رزق مش شرط يكون مال الرزق كل حاجة حلوة ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لي رزق صحة تبقى رزق حب الناس ليه رزق إن ربنا سبحانه وتعالى يوهبني زوجة صلحة رزق أولاد وهكذا وهكذا فالرزق مش لازم يكون مال بس معنا اتصال من إنا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الصوصة أروى آه أروى حضرتك إزاي حضرتك طب أنا مسامع الصوت يعني لنا صوت أو أنت حضرتك تعال الصوت حاضر أنا حضرتك معي حلمين حاضر حضرتك معي حلمين الصيارين عايز أقولهم معك حلمين صغيرين بس أنا مسامع حضرة اكمل اول حال حلمت نفسي جاعد على عتبة بيت خالي وفي شاب كبير جاعد على العتبة وراي انت حضرتك شح المنا بقية فندم تاني كده بيتهن ظهري بالماز نعم ايوه قولي لي المنام تاني بعد اذنك حلمت نفسي جاعد على عتبة بيت خالي قاعد على عتبة بيت خالي وفي شاب كبير اه وفي شاب كبير جاعد على العتبة وراي تمام بيتهن ظهري مازك بيتهن ظهري كماز مازك 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 اه طيب تمام ما شاء الله وحسات ان هو بيقرأ اسناء ما بيدهن بس مش عارفة هو بيقول ايه في الجراية حس ان هو بيعمل ايه فندم حسات ان هو بيقرأ 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 راح انا وجفت ودخلت في اللي بدخالي لا يا حولة ولا قوة الا بالله اللي اتصالت اطعم يا ريت تعاودي تاني بالله عليك لانك منامك مهم جدا يا ريت تعاودي تاني بس يا جماعة علشان الاخت الفاضلة ان هي تبقى قاعدة عند بيت خالها الخال والد طبعا وامن وامان بيبقى عمزة الاب بالضبط وهنا ان هي تشوف ان في شاب وراء منها وبيدهن ظهرها مسك وبيقرأ عليها اظن في حاجتين كنت تتمنى ان انا اسألها وتكون معايا بس للأسف الخط فصل ويا ريت تعاودي تاني الاتصال عشان ان شاء الله في يدك ولكن كنت بتمنى حضرتك ان انت بتعاني من مشاكل هل بتعاني من سحر هل بتعاني من حسد طيب معانا اتصال تاني الاستاذة حبيبة من الكاهرة هلو اهلا يا فندم ازاي حضرتك يا شيخ ازايك يا فندم كل سون طيبة وحضرتك طيب يا فندم انا حلمت يا شيخ ان انا في حد جايلي وعطيني علبة قطيفة فيها خاتم دي معناه ايه حد جنب منك اداك علبة قطيفة فيها خاتم او فيها خاتم القلبة لونها كحلي لحظة معد اذنك العلبة فيها ايه فها خاتم خاتم وشكل العلبة كحلي العلبة لونها كحلي طب الكحلي الكحلي الغامق اوي اوي ولا الفاتح لا اللي هو الغامق كده انت متجاوزة ولا لسه متجاوزتيش لا انا انسة انا فتحتها لقيت الخاتم شكله حلو خالص اسمعيني جيدا بصيلي انت ايه ما حضرتك انت اتقدم لك عريس ورفضتيه ولا لسه في حد ولا مجاش حد لسه لا مجاش حد مجاش حد طيب بصوا صلى على سيدك النابو محمد هيتقدم لك شخص هيكون عن طريق حد هيتقدم لك شخص يريد بك الزواج او الخطبة هيتقدم عن طريق حد بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك صلى استخاره له اسأله عليه كويس اوي اوي عارفة ليه طيب الاتصال اتقطع طيب اسمعيني من التلفزيون انت بتقولي حلمت بالشخص ده اكتر من مرة والعلبة ده اكتر من مرة يعني احنا ديكده تأولنا صحيح بس انت يعني ما كاملتيشي كنت مفروض تقولي اللي انا حلمت بكتير طيب انا هنا كأخ او قب هنصحك نصيحة الواجه الله لو تقدم لك شخص هيكون الشخص ده جايب في علبة قطيفة طبعا الخاتم هو الشخص هيكون حاجة كويسة جدا تبهرك هيكون شكله جميل ممكن يكون غني ممكن يكون عنده عربية ممكن يكون موظف ولكن هنا اللون الكحلي خوفني شوية برغم انه ممكن تاني حد تاني يعارضني من معبرين ولكن انا بقول وامري الى الله اللهم اني بلغت اللهم فاشهد اذا جاء لك هذا الشخص فحضرتك بعد اذن حضرتك تصال استخاره وتسألي جيدا قوي 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 علشان يا فندم ما تسعليش في الاخر والله اعلى واعلى معنا اتصال تاني ام محمد ايه والسلام عليكم اهلا يا فندم فضالي عليكم السلام والحمد الله وبركاته بعد اذن حضرتك كنت عاد اتسأل حضرتك عن رؤية طيب اتفضالي سامعك كنت اعملت في السخارة نكمل مع جوزي ولا لا بتقولي ايه فندم اوقف فيها حتة فيها شبكة طالما فيها جوزك ايه اتفضالي سامعك اتفضالي يا استاذة سامعك للأسف للأسف الخلط قطع طيب هنكمل تاني عن الاشارات اللي ممكن تبشر بالخير لو البنت العزباء شافت نفسان بيهدى لها فستان او بتلبس فستان فستان ابيض فستان فشية فستان لونه بمبي لونه سماوي لونه احمر والفستان سطرها وكامل عليها دليلة على بشارة خير دليلة على لو هي عزباء ربنا سبحانه وتعالى هيكرمها بالزواج وبالانسان الصالح الانسان اللي هيريح قلبها فيه خير اوي 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 طيب ايه البشارة التانية اللي انا شوفها في المنام تكون مبشرة ليا وام سعيد اوي لما شوف الامر او اشوف الامر دخل بيتي اشوف الامر دخل بيتي اه الامر هنا ده مكانة عالية اوي 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 الامر هنا ناس لا هيبة ناس لها سلطة لما شوف ان انا مثلا بشوف الامر وبشوفه شكله جميل وبشوفه منور اعرف هنا ان فيه خير جايلي في الطريق ان كان متجوز ان كانت متجوزة ان كانت مطلقة ان كانت انسة واكتر حاجة لو كان طالب علم لو كان طالب علم وشاف الامر وشافه جميل انا ببشره بعلم كبير جدا ليه يا جماعة لان هنا القمر ناس لهم هيبة ونهم سلطة ورؤساء دولة ملوك حكماء رؤساء وزارات علماء يعني القمر بيدلل على العلماء على العلم كمان على الانبياء ما سيدنا يعقوب جي لسيدنا يوسف ان هو امر وسجد له فالامر هنا دليل على العلم وعلى الخير لو شفته شكله جميل مكتمل في مكانه اقوم فرحان قوي اقوم سعيد جدا طيب لو شفت ايه تاني في المنام اقوم فرحان قوي قوي بالذات للبنت الانسة اللي هي لسه على يعني على يعني اقبال الزواج يعني لسه متجوزتش وبتنتظر الزواج لو شفت حد بيهديها حزاء حزاء او قدشي ابيض او اسود بس يكون على قدها يكون على مأسها يكون بيلمع يكون شكله جميل ده يدلل على ان ربنا سبحانه وتعالى هيعطيها زوج حلوة اوي اوي جميل هيريح قلبه هيكون زوج علم هيكون حاجة جميلة والله لو كان كعب علي كمان بس ما يكونش الحزاء في ديأ او مش مناسب او في اي سقوب لا ده يختلف خالص طيب ايه تاني اللي انا ممكن اشوفه في المنام لو شفت الالوان البيضة والالوان الخضرة لو شفت المي جايلي في المنام بيعطيني حاجة جميلة وانا فرحت بها هدية اعرف على طول ان ربنا سبحانه وتعالى بيبشرني بخير بيبشرني بفرق جايلي في الطريق على طول لو شفت في المنام ان الدنيا بتمطر الله مطر هادي جميل اللي هو الغيث اعرف على طول ان ربنا سبحانه وتعالى بيبشرني بخير وتذكرت رؤية عبرتها من اربع سنوات لاختي كريمة ان هي شفت المطر وكانت ماشية في الشارع وبعدين كانت مسكة حاجة فهي ماشية في الشارع كده وهي مسكة الحاجة دي سقطت منها على الارض فبتوطي الجبهة فوهي بتوطي الجبهة نزل عليها المطر خفيف فبتقول لي يا شيخ هي كتبالي كده انا لقيت المطر نزل على ظهري خفيف كده وقمت ولقيت ايه بليني كده المطر قلت طيب معانا فاصل وان شاء الله اكمل لكم ان شاء الله تفسير وتعبير رؤية المنام ما تروحوش في اي حتة فاصل ونرجع لكم تاني ان شاء الله اهلا بحضراتكم ورجعنا لكم تاني اهلا بحضراتكم ورجعنا لكم تاني مع تفسير الرؤية والمنام اهلا بحضراتكم طيب هنكمل لكم ان شاء الله تعبيرات ورموز اللي بتيجي في المنام تبقى مبشرة بالخير والفرج وقوم فرحان والرزق هنا انا بقول الاخت الكريمة اللي بتقول ان انا شافت شافت ان فيه مطر نزل على ظهره خلوا بالكم معايا في الحيط دي جامد اوي جماعة لان كان فيها خير جامد اوي والمطر بيبقى جميل جدا فبيبقى فرج بيخسل الانسان من الهموم في المنام بيكون راحة نفسية وخير من عند الله سبحانه وتعالى لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه واجعلنا من الماء كل شيء حي اللغة الكريمة بتقول المطر نزل على ظهري فعلى طول اول ما سمعت كده حضرتك متزوجة عدت لفعلا متزوجة حضرتك معاك اولاد بقالي اربع او خمس سنين يا رب اكون متذكر الحديث ما بيني وما بينها اربع او خمس سنين لم انجب معايش ما عنديش اولاد قلت لها تبستبشاري بالخير في حمله قريب اوي 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 ان شاء الله هيجيلك وهيكون لك زرية طيبة اوي 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 سبحان المولى الستر كان من ناكت متابعاني سبحانك يا رب لقيتها بتقول لي هقولك على حاجة مفيش حد يعرفها الا انا وجوزي ربنا يشهد عالكلام ده طبعا يا جماعة انا بقول ما انا مات بخاف اجلب على الله فبتقول لي هقولك على سر مهم جدا بقالي اربع او خمس سنين بجرى عند الاطباء لما انت قلت لي المنام ده انا قلت عندي ناس كتير لان كتير جدا من اخواتنا بيروحوا يعبروا هنا وهنا 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 بتقول لي مفيش حد قالي الكلام ده لا خير وفرج وكلام من ده انت الوحيد اللي بشرتني بالحمل وانا هقولك انا حامل في حوالي تلاتة شهر او اربعة شهر قلت يا سبحان الله فبتقول لي بعد اذن حضرتك انا عبرتوا عندي ناس كتير لانت قلت لي حامل عارفين لي يا جماعة لان المطر هنا ماء وجعلنا من الماء كل شيء حي طيب معنا اتصال لأستاذ شايماء وانكمل لكم ان شاء الله تاني اهلا يا استاذ شايماء سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن رقم حضرتك ضروري يا دكتور نعم عايزة رقم عايزة رقمي ايوانا طب ضروري طب بعد اذن كنترول بعد اذن كنترول خذيها فنتم من كنترول بعد اذنك حضرتك يا جماعة حدي الدهولة بعد اذنك فضل لي فهنا الاخت الكريمة اصلح الله حالها قالت انا حامل فبتقول لي ليه فهنا يا جماعة خلقوا معايا كده بالعلم بقى كده وجعلنا من الماء كل شيء حي المطر هنا نزل على ظهرها لان بتقول في حاجة وقعت منها فبتوطي الجبهة فنزل المطر على ظهرها هنا هنا صلب الانسان في ظهره هنا لما الماء تينزل على ظهرها هنا ان ربنا سبحانه وتعالى جمعها بزوجها وهنا تحط البزرة بتاع حملها فرحمها لان الماء هنا لما تنزل على ظهرها هنا هنا بقى ايه ماء الرجل فهنا الماء مش لازم يكون ماء مطر بس ولا ماء اني نخش بالتولدت او الحمام ولا ماء اشربه بس هنا في كمان ماء الرجل فقلت لها علمتوا بان عندما نزل الماء على ظهرك علمتوا باني حاملة لكي ليه لاني نزل في الضهر في الصلب قلت لي يا سبحان الله انا حامل في 14 شهور قلت لها وربنا هيقومك بألف سلامة ليه لاني نزل عليها مطر واحنا قلنا ان الماء بيحيي الحياة والطبيعة وجعلنا من الماء كل شيء حي سبحانه وتعالى ايه الامر التاني اللي انا شوفه في المنام واقوم فرحان جدا جدا عارفين ايه يا جماعة ان انا موت ابني في المنام الرمزة ده غريب جدا كتير قوي يشوف في المنام ان ابنه بيموت ان هو مثلا بيشوف ابنه يقع من فوق بيت او كذا او كذا ويقوم مغضود ومرعوب وجسمه بيرتعش يا فضلت الشيخ بعد اذن حضرتك فصل المنام انا مرعوبة انا خايفة ايه دي خير يا رب فتقول لاني شوفت ابني مات في المنام ابني اللي انا جبته بعد خمس ست سنين او عشر سنين شوفته بيموت في المنام هنا بيبقى فيه قصمين هنا لازم المعبر يكون نصح قوي قوي ويكون بيفهم علشان ما يخوفش المرأة او صاحب المنام ليه لانه ممكن يقش هنا في عامل نفسي يعني ايه عامل نفسي اول حاجة ان يكون الانسان ده جاب ابنه بعد فترة كبيرة او بيخاف عليه او بيخاف على اولاده طبعا كلاتنا بنخاف على اولادنا فهنا العامل النفسي والحالة النفسية عند الانسان على طول باستمرار بتخوفه على ابنه هنا الشيطان بيعرف فبيزيد ويبدأ يخوفه ويبدأ يجيله منامات ويخوفه ان هو ابنك هيموت فيقوم مرعوب فهنا عامل نفسي ومن الشيطان انما الجزء اللي فيه خير ان انا شوف ابني مات واقول الله ابني مات اه اني فيه عدوه هيمشي طيب طيب معانا اتصال مادام رضا قالو قالو ازايك يا فندم الله يسلم ازايك يا فندم منورة بنت حلم من يوم كده بعد بنتك حلمة حلم اتفضلي سامعك بنت حلمة ان سكة ان هي ماشة في سكة زراعية بنتك حلمة ايه ان هي ماشة على سكة زراعية اه بنتك ماشة في سكة زراعية حلمة ان هي ان شكت في سكة رايحة تهج اقف اقف في حتة فيها شبكة اقف في حتة فيها شبكة ايه مادام رضا اه 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 وممكن الناس اللي معانا ساعدنا بعد إذن حضرتكو عشان نقدر نتواصل مع السيد تفضلي يا فندم وبس فت لأ انت عاش بتاع بتاعة رمضان دي لقيت زينة رمضان الزينة بتاعة رمضان تمام ماشة في ارض خضرة ولاقيت زينة رمضان حلمت ان هي محطوطة على الارض على سكة زراعية ديك وفيها معسومة هلال والنجمة في الوسط منورين نورا بيض وحوالهم نجوم بيضا والنورين وحنا متحكمين في النور الله اكبر جميل وحلمت ان اخوها احمد جاي من جرن كده طيب شكرا يا فندم اتصالت قطع انا ببشرك لبنتك وتبتمنى يا رب كون هي أنسة او حتى لو متزوجة المنام جميل هو ده بقى المنامات اللي بتبشر بالخير البنت ماشية او الاستاذة بنتها ماشية في ارض زراعية وطبعا الارض الزراعية فيها خضرة فيها حياة فيها راحة للنفس فهنا انا ببشرها باطمئنان القلب ببشر بنتك ان ربنا هيهدي لها نفسها هيهدي لها حالها الدنيا هتتعدل معها للأحسن ليه لان الانسان ما بيبش في ارض واسعة وخضرة فده دليل على الراحة والطمئنينة النفسية شافت زينة رمضان على الارض فيها هلال ونجمة ونجوم ايدا يا الله الهلال والنجوم والاكمار وان شاء الله نعمل لكم حلقة عنها بتدل على الناس ذو علم اشخاص ذو علم انا ببشر بنتك يا حاجة لو كانت نسة مش متجاوزة ببشرها بخلف بزواج من شخص هيكون ذو علم طب لو مش ذو علم هيكون انسان هيريحها في حياتها وهتنجب ان شاء الله اولاد فاقير هيكون فيهم علم هيكون فيهم بركة والله اعلى واعلم طيب يا جماعة هنكمل لكم تاني تفسير اشارات تيجي في المنام فيها بشرة خير ان انا بشرب لبن واحد كده يشوف المنام يمسك شب بلبن او كوب من اللبن يشربه يا الله الالبان الجبن بتبقى جميلة او او في المنام اقوم مصطفشا خير رزق جايلي مال خير بركة والاجمل الطمر لما شوف طمر بيجيلي في المنام او رطب باكلوا في المنام هنا فيه رزق جايلي في الطريق وفيه خير وفيه فيه مال بقى المرادي طيب ليه؟ لان الرطب هنا اسمها رطب بترطب على القلب طعمها مسكر طعمها جميل ربنا يا ربي حللكم ايامكم فهنا اعرف ان فيرزق جايلي في الطريق بسرعة ليه؟ لان الرطب هنا سريعة الاكل طيب معانا حبيبة من فيوم ألو ألو تفضلي يا فندم ألو سلام عليكم ازايك يا سيدة حبيبة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا حلمت اللي انا بسعد الى القمر يا الله اللي هو الأمر بنار الجفتال وشكله حل تمام وعندي برد حل تاني ممكن اقولي؟ اتفضلي بسرعة طيب للأسف الخلط الخلط اللي اتصلت أطعم مع الأستاذة بس معلش انا هفصل لك المنام ده وعبرهولك ده يمكن اقولك ده ونقولاتك ده بكفاية عليك ان انت تصعد للأمر والأمر جميل وكلام من ده طيب اوعي تقولي المنام ده لحد تاني اوعي تقولي المنام ده لحد تاني عندنا فيك حاجة صغيرة كده في تفسير الرؤية والمنام بيقولك ايه من بحراح يعني ايه من بحراح لو حد من حبيبنا كده او الناس الطهرة او الناس الجميلة بيشوف حاجات حلوة كده الأستاذة اللي شافتها ما تقولش لحد كتير عشان ما تروحش منه لان ده فرج من ربنا وخير من بحراح لما يجيلك فرج من ربنا وحاجات جميلة كده وشفافية وحاجات روحانية جميلة كده من رب العالمين وهيبات اوعي تقولها لحد ولكن قولها لحبيبك قولها لأهلك اللي هم بيحبوك تكون واسق فيهم لو أستاذي شافت الأمر منور قوي قوي بتطلع له يا الله الأمر هنا بقى حاجة كبيرة جدا علم غنى فرج بتطلع له ده انت الأيام الجاية الله وأكبر ما شاء الله ربنا هيغير لك حالك من حل حال ده انت هتلاقي نفسك في موضع غير الموضوع لانت فيه دي إلى الأعلى كله هيبصولك كده بافتخار وهترتقي إلى الأعلى ان شاء الله انا مش عارف اوصفولك ولكن ما شاء الله ما شاء الله ابشيري في الأيام الجاية ان شاء الله بتحقيق منامك بالخير الكبير اوي 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 والله اعلى واعلم طيب انا بقول هنا شب لبن رطب انا قلت اللبن جميل والجبن جميلة الرطب جميلة جدا جدا لما جاكلها الله بقى لو حطيت اللبن على الطمر وشربته كده يا اخبى يا رب يوضع الجمال ده غنى ده فلوس كتير جدا جدا يا جماعة اللي يشوف نفسه ان هو طيب معانا اتصال محمد من الايوبية ازاك اوز محمد يا خسار اوز محمد الاتصال اتقطع طيب نكمل لنا نصيب ان احنا نشرب لبن ونحطه عليه طمر يا رب يوعيكم ان انتوا تشربوا لبن في المنام وتحطوا عليه طمر وربنا يفرحكم من يا رب العالمين هنا غنى وفرج وخير طيب ايه تاني ان انا شوف نفسي ان انا طول النهار تعبان وكلام من ده وامت رايح في المنام نمتع السرير بهدوء كده هنا امن وامان هنا راحة الجامل كمان هنا ان انا اجلس على الارض في المنام لو شوفت نفسي في المنام ان انا باجلس على الارض ده دليلة على الخير دليلة على البركة دليلة على الفرج كمان فيه رمز جميل جدا الرمز ده انا بحبه قوي ومحد بيقولهولي بفرح بيه ليه لانه ببقى مال كتير قوي وطبعا احنا عايزين فلوس كله عايز فلوس اللي يشوف نفسه بيأكل توت فبيكون التوت في المنام رزق ومال الامر التاني السمك وحنا اتكلمنا عنه لما شوف سمك في المنام ويكون كبير مقلي او مشوي واكله فده دليلة على الرزق والمال اللي جايلي في الطريق بمقدار حجم السمك ومقدار اللحم اللي انا كلته ايه طيب معانا ام محمد الفيوم الخط قطع طيب ياريت تتعاود تاني يا ام محمد معانا وكل اللي الخط بيقطع معاه اكيد اكيد الشبكة عنده مش كويسة تمانا نقف في حتة فيها شبكة يا جماعة عشان نقدر نتواصل ونعبرقه مناماتكم طيب ايه المنام التاني ان انا اشوفه اقوم فرحان قوي قوي لما شوف الاخت الكريمة الانسة حد زي ما الاخت الاولانية بيقولك بيدلها خاتم وتشوف ان هي بتاخد خاتم والخاتم كده في فص جميل شكله جميل فضة او دهب ولبسته فجد تلبسه لقيته بالزبط على قدها مش بيلق ولا واسع ولا حطت ايه كده يقع لان لو شافت ان الخاتم ممكن يقع او كبير عليها او ديق عليها ده دليل على ان ممكن لو ديق يكون مش مناسب او واسع مش مناسب انسان مش مناسب لها تمام لو لو لبسته بالزبط عليها تعرف على طول ان فيه شخص جاي لها هيكون كويس اوي اوي طيب الست المطلقة هزين نتكلم عليها لانها بتعاني كتير جدا جدا ومعايا ناس كتير مطلقات انا بقول لها يعني لو شفت في المنام يا اخت المطلقة اكيد لان في ناس كتير مطلقات سبب طلقهم السحر والعين الحسد وبعض المشاكل كتير معانا ام امال من اسكندرية ام ام امي من اسكندرية اهلا يا فندم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك انا حلمت اللي انا في قولة نومي ان فيه بلاعة جنب الدرابة كده وبتطلع دود ابيض حلمت بقيا يا فندم ان في قولة النوم بتاعتي جنب الدرابة فيه بلاعة اه وفيها دود ابيض تمام بس كده وكذا مرة بحهم بالصرافير يعني وبتديني حاجات ولا نايمة يعني بحس ان فيه جمال محارم والحاجات دي هالدي حاجات وشة يعني لا لا استنيني يا فندم مش سنيني بعد اذن حضرتك حاول بقدر امكان حفظ على اتصال جماعة المحارم مش وحش يا جماعة بعد اذن حضرتكم جماعة المحارم مش وحش اللي يشوف جماعة المحارم يقوم اقول ايه دي يقوم يحمد ربنا سبحانه وتعالى وقل الف الحمد ولك شكرا يا رب وهنفصل لكم جماعة المحارم في يوم من الايام طيب الاخت الكريمة الاخت الكريمة بتقول ان انا بشوف بلعات بلع موجودة جنب الدلاب بتطلع دود بتطلع سراصير جنب الدلاب بتاعها الدود هنا احيانا بنعبره بالاولاد بس هنا مش اولاد الدود هنا حسد منظرة صاقبة وعداء بس منهمش قيمة لانهم ضعاف اصلا هكذا السراصير السراصير يعني الواحد لو تكع ليه برجله كده بيموته في ثواني او نفخ فيه بيموته يعني منهوش اي قيمة ولكن اخاف في الحلم ليه؟ لانه بيكون عدو وعدو وشديد اوي 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 فدليل على هذا على هذا منامك يا اوسيزة الفاضلة انا بطلب منك طلب التزم بالقرآن الكريم ارقي نفسك بنفسك ارقي نفسك بنفسك اوعي تروح لحد انت جامعتلي هنا انا هستأذن الاعداد ما يدخليش قليل الصلاة بس عشان الاخت الكريمة دي اصارت امر مهم جدا جدا هنا عندك فيه اعداء لك فعلا وهنا الاخت الكريمة قالتلي فيه جماعة محارم عارفنا جماعة المنام دوا لو راح لحد تاني هيقول ان السيدي دي معمولها سحر فعلا ممكن في كتب تفسير الرؤية والمنام قالوا ان فيه لو فيه جماعة محارم او فيه صراصير او فيه حاجة زي دي وباللعب ممكن يكون سياحة بس انا بقول فيه اختلاف ولازم نقف وقف قوية جدا ونفهم الناس بعلم يا جماعة جماعة المحارم ممتاز جدا وهبين لكم في يوم من الايام عن جماعة المحارم ولكن انا بقول لك ارقي نفسك وقرأ القرآن الكريم وعليك بالفاتحة وقاية الكرسي والاخلاص والمعوزتين بعد اذن حضرتك اقرأهم قبل ما تنامي عشان ما تشوفيش الكلام ده اقرأ القرآن في قلب بيتك ثانيا جماعة المحارم مش وحش جماعة المحارم هنا ممكن يخلي الانسان يوحي حج يخلي الانسان ربنا يقول له خلي بالك انطعاق لأهلك بتقطع رحمهم ليه ان انت في اتفاق ودي ما بينك وما بين اللي انت جامعته من جماعة المحارم فجماعة المحارم هنا مش وحش ولكن نيجي مع الاخت الكريمة هنا على طول الشيطان واهل السحر واهل الدجل يقول لك على طول ده انت معمولك سحر ومعمولك اعمال ولكن لا معلش عشان الحلقة بس انا هبقى ان شاء الله حلقة عن جماعة المحارم والله اعلى واعلم فرق نفسك ان شاء الله طيب هنا هنتكلم كمان عن رموز بتبشر بالخير الرموز هنا يا جماعة ان انا اشوف اسمعوا كلام ده جماعة كده ان حد شاف نفسه ان هو مارض في المنام اشوف نفسي ان انا مارض في المنام وانا ما عندش حاجة في الحقيقة يا الله اشوف نفسي مارض في المنام وانا في الحقيقة مش تعبان ومارض اه ده خير ده فرج ده يقال ده يقال ان في مرض معين كده لو شفته في المنام بيجي رزق بيجي مال كتير لو حد شاف نفسه طب ايه اللي بيجي برزق مالحق عشان يا ابو الحد هتكلفتنا كده وتقول في مرض بيجي واول ما شوفه رزق مش عارفه اه عارفين يا جماعة مرض الحصبة اعزكم الله وابعده عننا يا رب في الحقيقة لو حد شاف في نفسه في المنام ان هو عنده حصبة او تعبان منها ده دليل على الفرج وعلى الخير على الرزق الكتير لما حد بيشوف دمامل بتطلع في ايده يا خبار ربيض انت بتقول ايه ايه كلام ان احنا بيسمعه دول دمامل واشوف نفسه تعبان خير ورزق اه خير ورزق لما شوف دمامل فتلاقي صاحب المنام يبقى ايه مرعوب كده وبيرتعش وإيدي سواء على المتلجة انا شوفت كذا كذا لا يا اخي ما تخافش بمقدار الدم اللي طلع في ايدك وشفته طبعا الدم اللي بيبقى قيح وكبير ده فلوس على طول بمقداره فلوس حب صغيرين فلوس على قد حبه بتير قلو فاد اسمعوا كلام ده يا جماعة قوي يعني هنا لما شوف نفسي ان انا مريض في المنام ممكن يبقى فيه خير وفيه فلوس اه فيه خير وفيه فلوس ولكن لا يحمد المنام لوحد فعلا في الحقيقة مريض وبيعاني من مرض شديد قوي قوي لأ ده حاجة تانية انما اللي شوف نفسه ان هو مريض ويقوم من نم يعني خايف ومنزحج قوي قوي لأ ما تخافش وطالما انت سليم وكويس في الحقيقة ده خير وفرج ورزق وربنا بيطمنك على صحتك وان انت صحتك قوية اوي 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 والله اعلى واعلم طيب عارفيني المفاجأة تانية ايه جماعة كثير جدا جدا نشوف المنام ويقولك ايه طب السنة قبل ما اقولكم صلوا على سيدكم النبي يلا اللهم صل واسلم وبارك على سيدنا محمد كله يصلى على النبي تعالوا صلوا على سيدنا النبي علشان نقولكم مرض السرطان تعرفوا انه مرض السرطان في المنام لما حد يشوفه يقوم مرعوب ولكن هو في الحقيقة سليم مرض السرطان احيانا بيدل على القوة بيدل على الخير لو في بنت عزباء وشافت انها تعبانة من مرض السرطان ده دليل على القوة عن دعوة على الخير القادم لها ولكن لمين للانسان المحترم الهادي المنتزم بالصلاة الانسان المؤدف في اهله في وسط عيلته وشاف انه تعبان بكده يعرف عطولنا دي خير وفرج جايله في الطريق طيب لو حد تاني شاف مرض السرطان في المنام برضو انا بقولك ما تخافش مش هيجيلك حاجة ما تخافش منها خالص ولكن ربنا بيحسك بيقولك خلي بالك المرض ده مرض خطير جدا لعين مرض قريب يعني مش بعيد قوي فربنا بيقولك خلي بالك من بعض الذنوب من بعض المعاصر اللي انت ممكن ترتكبها سبحان الله طيب والله اعلى واعلى قلنا برضو ان شاء الله لان كل اللي انا بتكلم في ده هيبقى ليه حلقات ان شاء الله بإذن الله طيب ايه تاني يا جماعة اللي انا ممكن اشوفه في المنام اون فرحال يلا بقى تعالى بقى البنت العزباء المرأة نتكلم عليها ونقول لو شافت شعرها ناعم في المنام وطويل وبتسرحه بقولها كده مال طول عمر خير فرض لو لسه ما جاوستيش جاي لك عريس حلو اوي 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 هيجي لك عريس حلو اوي اوي طول عمر خير طيب انسان شاف نفسه وكان اصلع في المنام وشاف نفسه ونطلع له شعر اسود يا الله تيسير امور وخير وفرج وبركة جامد اوي اوي الحلقة بتاعتنا خلص تجامعة كنت بتمنى انها طول اكتر من كده كنت بتمنى ان الاتصالات ما تقطعش ونتواصل معاكم عشان نعبروكم المنام ولكن وقتنا خلص كل سنة وانتو طيبين ان شاء الله انتظروني في حلقات قادمة ان شاء الله مع برنامجكم شفت منام مع قناتكم المميزة والجميلة الصحة والجمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة